تمكن علماء من اعادة تركيب وجه فتاة يونانية ماتت قبل اكثر من الفي عام مصابة بحمة فويد واستعان العلماء بتقنية الابعاد الثلاثة في اعادة بناء الهيكل العظمي للفتاة خاصة وجهها بحيث تعود اقرب ما تكون الى شكلها الطبيعي حينما كانت على قيد الحياة اسم الفتاة الان ميتميتريتس وهو اسم يوناني كلاسيكي معناه دائم الخضرة كانت في الحادية عشرة من عمرها وعاشت في اليونان قبل نحو 2500 عام وقد ماتت بحمة تايفود الذي ضرب الناس كالطاعون انذاك وعثر على هيكلها العظمي باحدى المقابر الجماعية قرب العاصمة اثينا ونجح العلماء في اعادة تشكيل وجهها عبر تقنية البعد الثالث المعمول بها في المميوات المصرية اخذنا الجمجمة كلها والفكين والاسنان ووجدنا بعض الاسنان اللبنية وهو شيء نادر وقد ساعدنا كثيرا تعملنا بهذه التقنية وتحرينا الدقة وكانت النتيجة شيئا اقرب الى 95% من الاصل ميتمتريتس وضعت في متحف الاثار باثينة الذي يضم كذلك اثارا من الفترة التي عاشتها حيث اصبحت نموزجا لمشروع الامم المتحدة للتنمية في الالفية الجديدة بهدف زيادة الوعي حول العالم بشأن الحفاظ على اللون الاخضر ودعم الطفولة وتناول الغذاء الصحي ليبقى العقل السليم دائما في الجسم السليم اشتركوا في القناة